كان فيه دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعيه بس 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 انا قلت انك كدب من اولها اصلا طب معلش معلش اكبر بخاطري واسمعني المرة دي بس اه خليك مع الكدب لحد باب البي طيب ماشي اقولي اسمعك المرة دي بس ارفع ايديه في يوم من الايام دخل ضيف على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم انه كان كريم جدا 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 فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد يلف على بيوت نساءه ويدور للراجل الضيف ده على طعام فالنبي صلى الله عليه وسلم ملقاش في جميع البيوت مفيش طعام يقدمه للضيف مفيش اي اكل يحطه للضيف اللي جاي عليه فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يزعل؟ لا ابدا قام النبي صلى الله عليه وسلم واسمع بقى وهي دي الهدية اللي انا جايلك بقى في الحلقة دي وقف النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه الى السماء وقال اللهم اني اسألك من فضلك ورحمتك فانه لا يملكها الا ان فعاد ها النبي صلى الله عليه وسلم دعا لما الضيف دخل عليه وما كانش فيه اكل في البيت بعد شوية ها النبي صلى الله عليه وسلم راجل جاي عليه وبيهدي للنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيدي له هدية شاه مصلية عارف يعني ايه؟ يعني شاه مشوية جاهزة على الاكل كمان فاخدها النبي صلى الله عليه وسلم منه ونظر للشاه وقال هذه من فضل الله ونحن ننتظر رحمته بس فيه واحد يجي ويقول يا محمد النهاردة الحلقة السابعة من برنامج ارفع ايديك وانا متابعك على طول وانت كل يوم عملت الدينة ادعية وانا بدعيها وما فيش اي دعاء بيستجاب اقول لك يا حبيبي فيه ناس بتدعي ربنا سبحانه وتعالى على سبيل السقة واليقين انه مش هيخزلها ابدا وفيه ناس اللي هو بيشوف الدعاء يجربه وشوفه هينفع معاه ولا لا اوعى في يوم الايام تدعي ربنا سبحانه وتعالى على سبيل التجربة ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقال ربكم ودعوني استجب لكم يعني ربنا سبحانه وتعالى امرك بالدعاء وعدك بالاستجاب بس والحد هنا نكون وصلنا لاخر الفيديو واشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته